أمال أهلا وسهلا بك معانا في القهار 24 بقلنا سنتين تا يوم جم نشوفك في مصر وأخيرا وأخيرا تتكلميني عن الكمباك اللذيذة دي وخصة أنها مش حفلة واحدة فأوليلي ما قالوا بيحسين شكرا أنتم ديما في مصر تدلوني بصراحة محل كلامكم أنا والله كان في نفسي نجي كل شهر لمصر يعني نحس خاصة في القهارة نحس عندي ناسي وصحابي الجمهور ولا حتى يعني البريس وكل الناس لذيذة جدا المرة هذي استدعوني استوديو هيف ويعطيهم العافع المبادرة هذي وقروا أنه نعملوا حفلة مع بعضنا وأنا توقعنا نستعد بش نطلق ألبومي جديد هو الألبوم يخرج في أفريل أما خرجوا منه أغنيتين أغنيت سوتي خرجت في ديسمبر وأغنيت لوز ماي مايند اللي هي دويت مع الرابر نايومي هي عراقية سويدية تصورت كمان في نيويورك؟ تصورت نص في نيويورك ونص في السويد وعنا أغنية جديدة بش نطلقها يوم ثمانية مارس يوم العالمي للمرأة على خطر الألبوم هذيه اشتغلت عليه إكسكلوزيب لي مع نساء فالمنتجات الميوزيشنز كل المراحل كانت نسوية مية بالمية ماذا للنسائي ينظر على الألبوم الجديد في نهاية؟ أنا تقريباً يعني هذا هو رابع ألبوم وتقريباً كل الألبومات كانوا كانوا اشتغلت فيهم يعني مع أولاد حسيت أنه مقصرة شوية في القضية يعني أنا كمرأة أو كأي مرأة يعني بطبعنا نسويات وطبعنا ندافع على حقوقنا وحقوق الأجيال الجاية ف... حسيت يعني مسؤوليتي أنه نعمل أكثر من كده يعني مثلاً نحاول إينا نعطي منصة ونعطي بلاتفورم للنساء الأخرين اللي كيفية يعني في الموسيقى كادحات وحاولوا يعني يوصلوا أصواتهم اسم الألبوم بالتونسي كلمة عادية جداً لكن في الموسيقى عليها دعم تقال كده إيه كلام كتير خدتي دارك فكرة فرق استقافات لما جيت تعملي لهم شبع الألبوم؟ إنتوا ليش يعني مشكلتكم إيه مع كلمة مرأة؟ ليش يعني هي كلمة من العربية مرأة وإحنا أقوله مرأة باللغة العامية التونسية فمن اللول أنا ما كنتش عارفة الموضوع أصلاً وجيت مرأة لمصر وحكيت في إنترفيو وأطلقت الفكرة هي كانت يعني فكرة ما كنتش مازلت مخذيتش القرار وبعد حكيوا لي إنو الكلمة يعني مش مليحة في مصر وبعد في الكومنت أونلاين شفت فيما بنات خلولي بالعكس يعني لازم تدافع على الفكرة هذي واتوصلها فأنا قلت أوكي ديل ديل خلاص ديل يس سمعنا برد من أنت تتطوري أغنية جديدة من الألبوم بس في مصر فصح أو إيه؟ آه صح صح إحنا كنا نفكر ومش نتطور الأغنية الجديدة هي الأغنية جديدة اسمها نار وهي يعني على الويمين إمباورمنت وكل الحاجات دي فكنا مش نتطوروها في تونس وبعد كي جيت الحفلة قلنا علش يعني ما نتطورو إيش في مصر ومحكة مع غيرلز جانج وفي شوارة على القاهرة أنا أحب الأنرجية على القاهرة برشا وزادة في نحس يعني فهمة برشا كرياتي في الفيديو وفي الارت سين حاليا في مصر فحبيت يعني أنا أحب الأنرجية أين المخرجة؟ المخرجة تونسية إن شاء الله لما رجالة يتعامل مع مخرجة مصرية لكن في الأثناء الفريق يعني البروداكشن كله مصري والمشاركين كل مصريين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر